نحن ما زالت لدينا عدة أسئلة لكن لعلها نأخذ بعض أسئلة المشاهدين عبد الرافع الوحيد يقول ما الحكم الشرعي في إزالة مقبرة والانتفاع بأرضها وقد بطل استعمالها منذ مئة سنة وهي كائنة وسط المخطط الحضاري المدينة بشكل يعرقه التمدد المدينة نعم هذه المسألة نبش القبور العلماء رحمهم الله قالوا قبور قديمة يعني مرة عليها مئة سنة العلماء قالوا القبر وقف على الميت لأن الله جل جلاله قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فكما أن البيت يحفظ الإنسان على ظهره ولا ينزع منه فكذلك القبر هذا بيته يحفظ في بطنه لكن يجوز النبش في أحوال الحالة الأولى الحالة الجنائية كما لو أريد معرفة القاتل بأن هذا الإنسان مات بجناية أو لا مثلا أيضا في حالة الأوئة لو شك بأن هذا الإنسان قد مات بيداء معين من أجل أن يبذل الناس الأسباب لوقاية الآخرين يجوز نبش القبر في هذه الحالة حالة الثالثة حالة المصلحة العامة المصلحة العامة فإن معاوية رضي الله عنه أجرى عينا أجرى عينا وهذه العين جاءت على مقابر شهداء أحد نضوان الله عليهم فنقلوا أخرجوا رطابا يتثنون على هيئة الرجل النائم كما روى مالك في الموطأ وذلك بعد ست وأربعين سنة من وقعة أحد والمصلحة العامة قد تكون إن شاء طريق أو كذا إن شاء جسر ونحو ذلك لكن ينبغي أن تحفظ حرمة هؤلاء الأموات فيعني تنبش هذه القبور باحترام ما كان من أجساد سليمة كأجساد شهداء أحد فإنها تنقل وما كان من عظام نخرة فإنها تجمع وأيضا تصان وتنقل أما كون هذه المقابر دارسة أو غير دارسة نعني بالدارسة التي خلاص ما عاد فيها شيء فهذا يرجع فيه لأهل الخبرة نعم